تتميز العلاقات البحرينية الأردنية بتاريخها الممتد لعقود من الزمن وبوثاقتها ورسوخها بفضل رؤية قيادتي البلدين الشقيقين وما يجمعهما من تعاون مستمر حيث جاءت زيارات المتبادلة بين البلدين لتؤكد على عمق هذه العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين علاقات أخوية وطيدة وراسخة ومتجذرة تعظمت لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم بين مملكة البحرين وشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية والتي جاءت مستمدة قوتها من جهود صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتزداد عمقا وتطورا بحرص القيادتين على بذل كل ما من شأنه الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي العلاقات البحرينية الأردنية تميزت على مدى تاريخها بعلاقات وثيقة ومميزة وخاصة والسعي المستمر والدؤوب من قبل قيادتين البلدين لترجمة العلاقات السياسية المميزة على أرض الواقع حيث تم تحقيق إنجازات هامة على كافة الصعود هذه العلاقات المتميزة بين قيادتين البلدين الشقيقين كان لها دور بارز انعكس على ما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر المحبة والمودة والتي أصبحت أنموذجا للعلاقات ومثالا يحتذا به زيارات متبادلة جمعت مملكة البحرين بشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية جاءت لتعزز وتؤكد على العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين والمستوى المميز الذي وصلت له هذه العلاقات بما يجمعهما من تعاون مستمر على مر الزمن ويمكن للمراقب أن يتلمس آثار ذلك التعاون البناء بمستوياته المختلفة والذي تجسد بصورة لافتة باتفاقيات تعاون مشتركة وبمشاريع استثمارية وتبادل للخبرات في كافة المجالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر